هذه المرة إلى قطاع الطيران حيث نقلت الاتحاد للطيران نحو 12 مليون مسافر قلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي مقارنة مع ثمانية مليون تسعمائة ألف مسافر خلال الفترة نفسها من العام الماضي وأوضحت الشركة أنها نقلت مليون سبعمائة ألف مسافر خلال شهر أغسطس الماضي فيما بلغ متوسط نسبة إشغال المقاعد تسعة وثمانين في المئة على مدار الشهر مما يعكس أداءها القوي خلال فترة عطلة الصيف وأقل الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران إن عدد المسافرين خلال فترة 12 شهرا الماضية وحتى شهر أغسطس 2024 وصلت إلى سبعة عشر مليون مسافر بنسبة زيادة تقارب 70% عن النتائج المحققة خلال العام 2022 وأصبح عدد الطائرات المشغلة خمسا وتسعين طائرة مقارنة بتسع وسبعين طائرة خلال الفترة نفسها من العام الماضي